تمهيد عن الجزائر خلال عهد قلوزي للأول من أوت 1830 إلى غاية فيفري 1831 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر فيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات سابعا عهد قلوزي للأول إن خليفة بورمون في قيادة الحملة وما يزال اسمها تذايته هو طونت طلوزيل المولود سنة 1772 ميلادي فيكون عمره عندما تولى وظيفته في الجزائر حوالي 58 سنة امتاز عهده بالغطرس والارتجار والمغامرة والعنف ضد الجزائريين في المدن والأرياف وعرف عن طلوزيل التبجح والطموح الخيالي وحب التسلط والاستعمار ولعله أراد بذيت أن يتفر عن ذنوبه العسترية بعد أن حتم عليه سنة 1816 ميلادي بالإعدام ولم يسعه إلا الفرار إلى أمريتا وتأنه بمحاولاته الارتجالية وشطحاته العسترية أراد أن يبرهن لقومه أن فيه بقية وطنية ولا تنجيشه نفسه تانا يعرف ماضي فتانا لا يحترمه ولا يحظى بثقته فتيف باحترام وثقة الجزائريين إن طلوزيل تولى الجزائر مرتين الأولى هي هذه والتي بقي أثناء بضعة شهر فقط من أغسطس 1830 إلى فبراير 1831 ميلادي وقد عزل من جراء تصرفاته العشوائية تمسانرة والثانية سنة 1835 ميلادي ولكنه لم يمتث إلا سنة ونصفا ثم عزل من جديد لفشله الذارع في حملة السنطينة الأولى وهزائمه الأخرى سواء في الميدان العسترية وفي المدان على عيد الجزائريين طلوزيل ولد يوم الثاني عشر ديسمبر 1772 ميلادي في ميربوا بفرنسا تولى عدة وظائف الجيش والصفارة الفرنسية في إسبانيا وقيادة الجيش في سان دومينيت وأرسل إلى هولندا وإيطاليا حكم عليه بالموت عستريا سنة 1816 ميلادي ثم عفية عنه بعد أربع سنوات وتتفرى بعد الحتم عليه إلى أمريكا وعاد منها بعد العفو عليه سنة 1820 ميلادي ثم أصبح نائبا في البرلمان وتولى القيادة بدل بورمون يوم السابع أغسطس 1830 ميلادي أصبح مريشال فرنسا سنة 1831 ميلادي ثم عين مرة أخرى في الجزائر سنة 1835 ميلادي وعزل منها بعد فشله في حملة السنطينة في الثاني عشر فبراير 1837 ميلادي ومات في سنة 1843 ميلادي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد شكراً لكم